بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فهذه رسالة من بعض الوهابيين قليل الأدب والديانة وأسأذكرها كما هي لتعلم كيف يفكر القوم جاء في رسالته يقول وهذا والله قمة الجهل تواضع للعلم يا مرني بالتواضع حاضر للعلم لكن ليس لأمثالك إن كان لديك علم الحمد لله أنك لم تدعي يقول لك تدعي بالياء تمام علموه أخها سنذكر هذا بعد قليل لم تدعي أن الرسول صلى الله أقراه كما هي بخطائها أن الرسول صلى الله عليه وسلم منكم لا والله أخي نحن رسول الله من عندنا ومن شاء الصديقي في حينا ولكن لنت غلطان بالنمر نعم سأبين هذا بعد قليل لم تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم منكم لا سيما ما يظهر عليك أنك من بقايا الروم أنا من بقايا الروم يدل على ذلك عيونك الزرقاء الله أكبر فتأول عيون ليسا الزرقاء فالظهر معك عمى ديلتون عمى الألوان نعم عيوني خضراء سنتكلم على هذا أيضا يدل على أن ذلك عيونك الزرقاء فتهاجم أهل اللغة العربية أهل اللغة العربية تهاجم أهل اللغة العربية الذين يقولوا لم تدعي بالياء لا يعرفون أدوات الجزم إخواننا أهل اللغة العربية لا يعرفون أدوات الجزم نعم الذين أكثرهم يتكلمها دون تكلف على السليقة الله أكبر الله أكبر ونازل القرآن بلغتهم والرسالة خرجت من أرضهم بس الفكرة على الفكرة ذلك أن كنت خلطان بن نمرة الرسالة جاءت في الحجاز وليس من نجد وهذه بلسان قريش وليس بلسان يعني رسول الله يصالس من مضر وليس من ربيعة إذا كنت عالما بلغات العرب وبقبائل العرب وبأنساب العرب سنأتي على هذا بعد قليل لكن هذا تعليق جميل والرسالة خرجت من أرضهم وقبلة المسلمين وقبر نبي الله عندهم نبدأ بأول قصة قمة الجهل أنا في قمة الجهل طيب خلاص أنا كل يوم أتعلم ما أنا قالك أنا أني ادعيت أني من كبار علماء كل يوم أكتشف شيئا من جهلي فأوزيحه بالعلم الحمد لله تواضع للمحاضر هذه نصيحة مستجابة إن كان لديك بس أعلمك يا علامة العربية هذه إن تقالي الاستبعاد ربما تقصد إذا كان لديك علم هو ربما يقصد هذا لكن لا يعرف بيننا الفرق بيننا إن وإذا الحمد لله أنك لم تدعي يا بابا قل لم تدعي ليس تدعي لنعيب هذا لأنك أنت من أبناء بجدتها وَلَسْتُ بِنَحْوِيٍّ يَلُوْكُ لِسَانَهُ الله هذا عيب عليك يا أخي تعلم أو الشيء حتى لما تعترض علينا على أقل اكتب لسانة صحيحة يظهر عليك أنك من بقايا الرومي لأنه عشان أبيض يعني هكذا وأشقر يعني وهذا كذا أنت في سورة تقرأها في القرآن تقول تبت يد أبي لهب ها تعرف من هو أبو لهب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام تعرف لماذا سمي بأبي أبي لهب ها يقيس بالكفار لا لا قيس بالكفار لكن آنبي السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيض الوجوه وكان فيهم هذه الحمرى مشرب الحمرى عليه الصلاة والسلام وسمي أبي أبي لهب لبياض وجهه يتوقّد هكذا وكان فيه في أسرة الكريمة عليه الصلاة والسلام كان فيهم بياض وكان فيهم جمال والعرب تتمدح باللون الأبيض نعم يا من أنت من أهل العربية لعلك سمعت بقصيدة حسان الجميلة في مدح الدمشق يقول بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يا ولد يا حلو هذه بلاد العرب هذه بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتواني هذه اسم بلاد العرب يا ولد يا جميل يا حلو أنت يا بس حضرتك جاهل أنت جاهل في كل شيء وبعدين يعني مروان ابن الحكم هذا كان حاكم المدينة كان قال له إيش أهل المدينة سموها عين الزرقة ليش عين الزرقة؟ لأنه عين الزرقاء هو نفسه هذا مروان ما كان يحبونه فالقضية زرق أزرق وأخضر وأحمر كذا ما في فضل بهذه القصص وبعدين يا إمام العربية التي لا تعرف العوامل ولا تعرف أنه لم حرف جازم أريد أن أقول لك كلمة واحدة نازل بلغة طيب نحن مستعدون جدا أنت وأمثالك وشيوخك أن نأتي بكلام أئمة العربية ونرى من يفهم العلن وجها لوجه هكذا نأتي بكتاب وننظر من يفهم العربية بعدين نسابنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثابت بالتواتر من ذؤابتها العليا من تميمة نحن من نجد لكن الأخوال من الحجاز الأصل عراق وقبل ذلك الحجاز الأخوال ومن أولا سيدنا الحسين عليه رضوان الله تعالى وأما الأب فهو من تميم والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال هذه وعطياته قومي إذا كنت جاهلا بالأنساب العربية أنا أقول لك إسأل قومك هناك عن العقيلات قل لهم من العقيلات وقل لهم العناقر هؤلاء من هم العناقر نحن من العناقر البوع ليان نعم بس حضر لك الغلطان بالدمرة والله يا أخي مشكلة دققت رقم خطأ دققت يجوز دققت ويجوز دققت نص عليه أبو علي بن القالي من أئمة اللغة هذا يعني يجوز تسهيل بفك التضعيف وأيضا يجوز بالياء دققت بدل دققت فائدة ما يطلعنا شي واحد هكذا في السل يقول لك هؤلاء يخطيون في كذا عيب عليكم يا أولاد والله عيب عليكم يا أخواننا جماعة نحن بفضل الله مستعدون أن نتحداكم في شعر جاهلي ليس في صدر الإسلام هذا الشعر الجاهلي كنا نحفظهه بأيام الصبا قبل أن ينبت الشعر في اللحة نحفظ لمرأة القيس ولعنترة وأنه لما كنت صف خامسة ابتدائي يا ولدي يا ولدي يا بني لما كنت خامسة ابتدائي كنت أعرب معلقة عنترة أي والله يا أخي بفضل الله سبحانه قد أكون أخطأت في هلادي لكن طفل أنا وهكذا كنت أعربها يعني فعيب عليكم الله يرضى عليكم يا جماعة يا أكبار يا أخواننا جماعة نجد بني حنيفة أبني حنيفة أحكموا سفهاكم إني أخاف عليكم وأن أغضب أبني حنيفة إن غضبت عليكم أدعو اليمامة لا تواري أرنب هذا الجرير أيضا من عندنا تميمي أيضا عيب عليكم أن تقول الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين والله بس فقط فاصل من الشضاء أنه أخواننا هكذا يقول لي تفطر وهابية وتعشى وهابية هيأظر أسي يكون تسجيل نفطر وهابية ونتعشى وهابية بس حبينا نطر الجو شوي وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله والصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم